دي أول كلمة طابليت جات من التغريدة دي جات بقى طابليت الهرم في نفس الوقت مصطفى وزيري واقف قدام هرم من كورع لأول مرة مفيش مصري شاف هرم من كورع أبدا بالشكل ده طول الناس كل الناس إما بتجيب أهرمات الجيزة بتجيب خوفه يا خفرة أنت عمرك ما شفت من كورع متجلد بالجرانيت محدش مذاكره أه حدش أعرف فلما اتقالت كلمة الطابليت وشافه السبع ماداميك بالجرانيت قالك الهرم اتبلط وبينه وبينك الطابليتة بتاعته أو الجرانيت شكلها وحش يعني مش جميلة فالناس خدتها أن مصطفى وزيري خلاص بلط الهرم فبدأت الإشاعة تنتشر داخليا وخارجيا بشيء لم أرى في حياتي حمى عدوى يعني العالم كله قالك مصر اتبلط الهرم وأنا مدائي جدا من يجي واحد تافي أجنبي يقول لي انت هتبلطه الهرم أقول لي عم حدش بلط الهرم إذن الهرم ما حصلوش أي حاجة خالص الحفار اللي انت شفتها دي وانت مع الدكتور مصطفى فيه اتنين مدماج تحت ايوه أنا مطلع دولي مع المساعد بتاعي اسم عصام شهاب عصام حفر في 2009 ده اللي تحت السبع تحت إشرافي وطلع المدماجين اللي مصطفى طلعهم تاني مظبوط وعند رسوماتهم وعند صورهم وعند تسجيلهم بالكامل فإذن مصطفى وزيري لا بلط الهرم ولا شال حجر من الهرم ولا عمل أي شيء إطلاقا لكن ما تبص بقى تجيب بقى هرم من كورع دلوقتي وهرم من كورع زمان هو نفسه لم يتم وضع حجر واحد على الهرم بس زاوية التصوير اختلفت راحوا عند المدميك اللي موجود وقال لك ان ده الطابليت اللي مصطفى عمله فالناس بدأت تشتم بدأت هاجت الهرم شكل وحش الهرم اتبلط ما روحش حتة غير من الناس تكلمني يا جماعة ما حصلش حاجة في الهرم بعد الاعلان اللي عمل مصطفى وزيري وغلط فيه كان هيعمل ايه بعد هيقدم مشروع المشروع كان يروحوا اللجنة دايمة اللجنة دايمة هتناقشه هتقول له يا تشتغل يا ما تشتغلش نتيجة للهيصل اللي حصلت فاتصل بيا لوزير أحمد إزا وقال لي احنا عايزين اللي يفصل في هذا الموضوع ما يبقاش حد من الأسعار عايزين اللاجنة فطبعا انا عايز يقول لك حاجة وانا آسف انه بقولها مفيش في العالم كله اتنين يفهموا في هضبة الجيزة غير اتنين انا واحد امريكاني اسمه مارك لينا ليه؟ انا عملت الدكتوراه بتاعته عن الهرم درست كل شبر في الهرم وكتبنا كتاب انا ومارك عادة نكتب فيه عشرين سنة اسمه جيزة اندى بيرامتز بالانجليزي والالماني والفرنساوي والكتاب ده بتكلم عن كل كبيرة وصغيرة في الجيزة فانا اخترت مارك واخترت واحد برضو بتاع اهرمات ده البولندي التشيكي التشيكي واخترت واحد الالماني اللي هو مدير معهد الالماني في القاهرة وثلاثة مصريين والمصريين كان اهمهم ان هو اللي يبقى في الهنح الهندسين اللي هو الدكتور الدكتور هاني هلال والدكتور مصطفى الغامراوي وسامر غامراوي عمل مشروعات ترميمية في القسار كتير جدا والدكتور هاني عمل درستات على الهرم على الهرم وممضوح الضماطي بصفة الشخصية كوزير السابق للأسهر فاحنا اول حاجة عملناها قابلنا الدكتور مصطفى وزير السؤال اللي اولانا سألتوله هل يا دكتور مصطفى عندك استعداد ترجع الحجارة دي تاني قال لي كانت فكرة لكن انا اقتناعت انه مش ممكن تتحط استعالها تقصد الحجارة اللي موجودة تحت اللي في الارض اللي في الارض اللي هو الناس اعتقد انه هيرجحها ويبرلت بالأرض داني ويبرلت الجرانية الغير مهزبة بالضبط مظبوط؟ صح فقال لي لا اطلاقا احنا دلوقتي اه انا عايزة اكلمكو عن المشروع اللي انا عايزة اعمله احنا عايزين نحفر حوالين الهرم من ناحية الشرقية وناحية الشمالية لان انا حفرت من ناحية الجنوبية ايوة وطلعت صخرة الام وطلعت التمسالين في حتة دي المنكورعة انا شخصيا زمان انا عطت عشرة اثنين في الجيزة فكرت في المشروع دا فعلا يعني هو مشروع وارد فكرت فيه وما جيت ادرسه بعد ما حفرت الناحية الجنوبية لقيت لا يمكن لو جبت من كورع نفسه والمهندس بتاعه لا يمكن الحجارة اللي هو قعدة تطلع تاني ايوة ايوة نمرة واحد انت شفت الحجارة هل في حجر متهزب ده حجرة غشيمة غشيمة يعني معناها بعض الناس تقولك كان اللي جابها الخفرع بغلط الحجارة دي المص القديم ما يقدرش يهزب الحجارة في اسواق ايوة لازم يقطع حجارة ويجبها تحت يهزبها تبقى للمقاسات للمقاسات مزبوط هو بدأ يعمل مقاسات في الهرم لكن ما هزبه في الحجارة مت من كورع وهو عامل سبع مداميك فقط فتوقفه فتوقف العبد فإذا استحالة الحجارة اللي وقع دي تطلع فوق لأنه مش عارف مكانها لأنه مش من الأصل مش من الأصل نمرة اتنين ان انت القونات الدولية حتى بتقول ايه انا زمان جالي فريق فرنسي انت لو رحت البر الغربي من الأسر بتشوف فيه تمثال ضخم ألف طن بالملك الرمسيس الثاني ملقي على الأرض في معبد الرمسيون من الأسر تضبط التمثال ده أصبح لو وقفته المعبد باص محبش ضع فالجانب الفرنسي قد منينا مشروع متكامل ان هو هيرفع عز التمثال اجتمعت معهم مع لغنا وقدتهم الأسباب قلتهم لا يمكن لو انا رفعت التمثال انا قضيت على المعبد التمثال ده جمال المعبد في تمثال ده فلازم نحافظ عليه زي ما هو القوانين الدولية بتقول كده ان انت متغيرش حتى طبيعة الأسر نمنا التلاتة لو انت قول يا هترجع الحجارة ده تاني هتلزقها ازاي لازم تستعمل مونة سمنت يبقى انت غيرت في شكل اللي هرم تماما اذا احنا اتفقنا مع رأي مصطفى وزيري في ان لا يمكن ان تعاد هذه الحجارة مرة اخرى قلنا بقى الدكتور مصطفى كاتب مشروع الدهولنا مكتوب باللغة الإنجليزية وباللغة العربية والمشروع ده كان يعرض على اللجنة دايما فاحنا قلنا ايه بقى ان كويس بقى فيه مشروع لكن المشروع بقى لازم بتعمل صحح لان انت عشان تحفر حفائر علمية حوالين هرب منك وراعا عملية صعبة جدا اولا هتشيل حجارة هتحطها فين نمرة اثنين الالات اللي هتدخل عشان تشيل نوعها ايه هتعمل ايه نمرة الثلاثة الفريق اللي بيشتغل مين مديره التاريخ العلمي بتاعهم ايه هل فيهم مهندس معمالي ومهندس اسري بقول لازم في علمي الاسهار لما انا جا احفر حاجة زي كده مش انا كاسري كفاية لأ لازم بقى معايا مهندسين نصبط فاذا وهتحفر ازاي الطبقات معناها ايه فالعملية مش سهلة فاحنا اضفنا عن المشروع بتاعه الحاجات اللي احنا طلبنا عشان ينفذ المشروع لان هو عايز بيدور على ملاكب خوفه من كورا انا شخصيا بعتقد ان الملاكب لا يمكن تكون موجودة ليه لان ابنه شبس اسكاف الاقتصاد بتاع القصة الرابعة القصة الرابعة اتنقل فيها ستة مليون حجر حداشر ملك بنى حداشر هرم واثناشر هرم لملكات فموارد الدولة اتخذت كلها استنزفت استنزفت ففي نهاية القصة الرابعة من كورع ابنه بقى اللي تكمل اسمه شبس اسكاف لقى الدولة ما فيهاش امكانيات طيب الحجارة سابها زي ما هي ما نقلش حجارة نمرة اتنين جاه عمل كمل المعابد المجموعة الهرمية بتاعت الملك خوفه انا طلعتها كانت اربعتاشر عنصر معماري متصلين بالهرم كل عنصر مختص باحياء عقيدة الملك ترجمة نانسي قنقر